أهلا بحضراتكم من جديد طيب النهاردة بنتكلم على بالضطر خمس أيام ويعود النادي الأهلي للموسم الجديد ويستعنف أو ينطلق في الاستعداد للموسم الجديد بدات التدريبات إن شاء الله يوم الخميس المقبل خلال الإسبوع الحالي فيه تفاصيل كتيرة جداً هتكون متعلقة باستعدادات الأهلي للموسم الجديد يعني كابتن خالد بيبو مدير الكرة بتمنى له التوفيق يا رب بإذن الله في المهمة اللي تم تكليفه بها من دارة النادي الأهلي كمدير للقرة خلال الفترة اللي جاية سافر للنمسا خلال الساعات الأولى من مساء الأمس عشان يعني يحضر ليه المعسكر اللي هيستضيف تدريبات الأهلي خلال الفترة اللي جاية في إحدى المدن أو في إحدى المقاطعات في مدينة أو في دولة النمسا المعسكر إجمالاً هيكون لمدة حوالي عشر أيام في الفترة من تمانية وعشرين تمانية حتى تمانية تسعة هيتخللوا مباراتين والديتين لا لا يستانف تدريباته أو هيستعد للموسم الجديد أول تدريب هيكون يوم الخميس المقبل ولكن بدءاً من يوم السلساء القادم هيكون فيه عودة للجهاز الفني بقيادة تمارسي الكولر وهيكون فيه قياسات بدنية هتتعامل لكل أفراد اللاعبين عشان الاستعداد للتدريبات اللي هتسبق للفريق قبل الصفر إلى النمسا يوم تمانية وعشرين كابتن خالد بيبو معال كابتن سامير عدلي المدير الإداري موجودين حالان في النمسا عشان يبصوا على الملاعب الفرعية اللي هتصديف تدريبات الأهلي هيشوفوا في فندو الإقامة تتكلم على منتجع أو مكان يليغ بإقامة معسكر تدريبي جيد جداً في الاستعداد للموسم اللي جاي المعسكر ده هو اللي على أساسه هتبني الموسم الجديد بمعنى انت داخل على موسم صعب جداً ماتشط كتير جداً والبداية الرسمية هتكون مباراة دوري أبطال إفريقيا يوم 16-9 غالباً بنسبة كبيرة يعني بعد نتيجة لقاء سان جورج مع كيم كيم بطل زينجبار هتكون الفريق الأقرب يعني لمواجهة الأهلي فريق سان جورج الأسيوب لأنه كسب خارج أرضه 2-1 فأول لقاء رسم للأهلي هيكون يوم 16-9 في أديسة بابا ولكن المشوار طويل بعد كده عندك مباراة الإياب يوم 30 بعد كده عندك المفروض في كذا مناسبة قبل ما تخش على السوبر ليج من 20 أكتوبر ل11 نوفمبر طبعاً أنتم خفزين بقى الموعيد وفي الحلقات قبل فترة الأجازة كنا بنستعرض معكم الموعيد وأنه هنغيب ونرجع ويكون في حاجة كتيرة تحددت ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ولكن المؤسكر ده مهم ليبقى هتحط القاعدة الأساسية اللي هيكون على أساسها شغل الجهاز الفني الناحية البدنية والفريب يستعد لموسم شاق جداً وعدد مباراة قد يتخطى الموسم المنقضي بزيادة حوالي 10 لقاءات يعني ممكن في المسلم اللي فات انت لعبت 60 مباراة المسلم اللي جاي متوقع لانت تلعب من 70 فيما أزيد من 70 مباراة في المسلم اللي جاي وبالتالي تتكلم على عدد مباراة أكتر فبالتالي لازم تستعد كويس جداً بداية الاستعداد كانت الراحة 3 أسابيع راحة 10 على 10 أفضل ما يكون تتكلم أجازة من 4 إلى 8 لغاية يوم 24 إلى 8 20 يوم 3 أسابيع بالزبط فترة راحة سلبية منتازة جداً وكلنا تابعنا في فترة الأجازة صور على الانستجرام صور على الفيسبوك اللي لعيبة موجودة في الساحل اللي لعيبة سفرت في أوروبا الكل خرج برا إطار الكرة شوية عشان يفصل عشان يستعد للموسم اللي جاي المعسكر هيكون فيه مباراتين والديتين إمتى تتحدد ملامح كل ده النهاردة بالليل فيه تفاصيل كتير جداً من المعسكر هتتحدد النهاردة إذا تم الاتفاق عليها شكل رسمي ممكن بقرة أو بعد بقرة بنسبة كبيرة عن أعلن لحضراتكم كاف التفاصيل المعسكر الأهلي في النمسا خلال الفترة اللي جاية ولكن كابتن خالد بيبو سافر مع الكابتن سامير عادل عشان يتطمن على كل الترتيبات قبل الفريمة سافر يوم 28 وعشرينه ده شيء متبع دايماً من النادي الأهلي بيبقى كل التفاصيل معروفة قبل ما تسافر عشان ما يكونش فيه أي مفاجآت حتى المبارات الودية حتى جدوة للتدريبات لدرجة حتى أن الكابتن سامي أمصان في فترة الأجازة قطع الأجازة كده يوم واثنين عمل جالسة زوم مع الجهاز الفني عشان يشوف الفترة اللي جاية الفريق ينزل التدريبات في القاهرة إمتى القياسة بتعمل إمتى حتى الجهاز الطبي الجديد الفترة اللي جاية اللي هيشتغل بعد طبعاً توجيه الشكر للدكتور أحمد أبو عبد نتمنى له التوفيق في مهمته الأخرى في مكان تاني لكن كل التوفيق الجهاز الطبي الجديد اللي هيشتغل خلال الفترة اللي جاية